السلام عليكم اليوم بدنا نعمل طريقة كتير مهمة للقضاء على ريحة الزفرة وريحة الزنخة نهائيا متل ما شفتوا انا هوني حتى حامد بقشره عم بسرك كتير منيح الفروج اول شي لازم نتأكد انه الفروج منه بايت يعني منه متلج ويكون له فترة عند البيع هيدا هيدا الموضوع بيخلي ريحة الزفرة يعني تكون قوية كتير بينما اذا كان طازة ما بتكون ريحة الزفرة قوية كتير بقلبه هيدا معلومة كتير مهمة انا هون حطت شوي صغيرة من الخال طبعا تعرفوا الخال قدي هو مهم تمان بيقضي على ريحة الزفرة والزنخة وايضا بيعطينا لامعة كتير مهمة للجاج وبيعطينا هيك نكحة كتير طيبة اذا كنتوا من المتابعين الجدود ما تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم المحتوى وحبي نوصلكم مني جلش جديد واكيد مفيد بس اكبسوا كلمة اشتراك اسفل الفيديو سبسكرايب مع تفعيل الجرس الاحمر انا هون رح حط لطحين يلي هو اللي رح يقضيلي على ريحة الزفرة نهائيا انا هايدي الطريقة بيستخدمها دايما وقت بدي اعمال ملوخية وقت بدي شو دجاج دايما بغسل بغسل الدجاج وبفركوا قبل التخصيل بالطحين كتير منيح متل ما شفتوا ملعة وحدة او ملعة ونص تكفي لحتى تقضي على رائحة الزفرة نهائيا متل ما شفين انا هون فركتوا كتير منيح رح نحط شوي كمان من فوق على الجنب التاني كمان نفركوا بهيدا الشكل في ناس بتغسلوا قد ما غسلتوا بيدل في ريحة زنخة بقلب الدجاج ما بيعرفوا انه الاطحين هو كتير فعال لهيدا الموضوع انا بنصحكم نتجربوا طريقة كتير مهمة تحطوا شوي تخال وبعد الخال تحطوا شوي تطحين وجربوا هيدا الطريقة واكيد رح تدعولي هلا طبعا بعد ما انا فركت كتير منيح اا للدجاج بهيدا الشكل اكيد نحنا هلأ بدنا نغسلوا ونشيل كل اا الاطحين عنه من جديد هلأ رح اغسلوا هون انا غسلتوا لكم ما شاء الله لو نكف حلو فتح لانو حطينا خال ونظفناه كتير منحوك رجعت قشرت عليه حامض وحطي تنهلأ بنقدر نعمل اي طبخة بنقدر نقل تجاج نشوي تجاج وتأكدوا ما في ريحة زان خانيها ايا ما تنسوا تعملوا لي لايك اذا حبيتوا الفيديو تعملوا المشاركة على الفيسبوك لا يصلى اكبر عدد من الناس والكل يستفيد لايكوها المنظر شو حلو منظر النظافة بحبكم كتير باي باي